أخبار كثيرة بخصوص تجدد إصابات أو الحديث عن إصابات يمكن الحاجة الوحيدة اللي أكدها فاروق إن محمد الشناوي شعر بإجهاد في عضلة السمانة الحمد لله كمان مش شد يعني المرحة الناس قالت شد عضلي وفترة طويلة وموضوع كله 3-4 سيام راحة شوية يعني وبعد كده إن شاء الله يستأنف في التدريبات مع زملائه رضا سليم من خلال زملنا فاروق صلاح متواجده في قلب الحرز قال الكلام ده كله غير صحيح موجود في التدريبات الجامعية وفكرة استبعاد ومبارات الإسماعيلي كله غير صحيح فبالتالي قدر إمكان بنحاول نقربكم من المشهد شوية ومن الصورة في مقر النادي قدامكم هو التدريب الجامعية كريستو وجنبيه رضا سليم أهو يعني الصورة قدامكم واضحة هي رضا سليم أهو بجوار كريستو مش عارف أولا ولو لعب عنده شد في الخلفية هينزل يعمل تدريبات جامعية وقدو الصورة هي تانية يا جماعة بصو هي الصورة أول ما توصل عند كريستو أهي بص كريستو هناك وجنبيه رضا سليم ووراك الحسين الشحات فالصورة للمرة التالتة هي بنعرضها تانية هو كل اللاعبة موجودة والحمد لله الفريق مكتمل إمام عشورة هو وورا على طول كريستو وردة سليم الصورة هي سابتة قدام حضراتكم كريستو وردة سليم في التدريبات الجامعية وراهم علي معلول وكمان حسين الشحات أكرم توفيق يعني أنا الصورة هي أكبر دليل الصورة هي أكبر دليل يعني احنا جبنا التمرين وتكلمنا مع فاروق لكن انا ما عرفش والله الاخبار دي بتنزل ازاي والناس يعني انا والله بدون ذكر اسماء المواقع يعني كده لما نيجي لتريند الاهلي اكيد هتشوفوا مين اللي كتب بس انا مستغرب ان ازاي المواقع كلها تقول ان ريدا سليم تعرض لاصابة في الخلفية وبالتالي برا مباراة الاسماعيل يا جماعة يعني هل الموقع الرسمي كتب؟ لا هل قناة الاهلي اعلنت؟ لا هل برامج قناة الاهلي قالت؟ لا طيب المصادر دي بتجيبوها منين؟ قيس على كده كلام كتير بقى في الاعلام واحد امبارح طلع بيقلش وبيهزر وقالبها افشات وينهر ازرق تعارفين واكيد طبعا بقى وعمال يقولك الاهلي والترجي والعدد المباريات والاهلي ايه يا جماعة ده؟ وانتو زالين الاهلي وصل فينال؟ يا اما تقول خناقة وخلاف ما بين شوفير والشناوي يا اما تقول ريدا اصيب يا اما تقول مش عارف مين هيجدد ومين مش هيجدد على فكرة ملف التجديد مغلق دلوقتي مش هنتكلم فيه الا بعد نهاية افريقيا لانا عندنا حاجة اهم بس المواقع والبرامج اكيد هتفضل دايما تملى هوى كل يوم بالتفاصيل دي الاهلي لا هيلعب نهاي تاريخي رقم خمسة على التوالي نهاي خمس على التوالي انت عندك مادة ممكن تتكلم فيه بلاش الاهلي سيبك من الاهلي يا سيدة لو بيزعلك انه بيعمل كل سنة بطولة استاد القاهرة هيستضيف نهاي الكونفدرالية يوم تسعتاشر مايو ونهاء دور الابطال يوم خمسة وعشر مايو عندك حدث مهم على استاد القاهرة مصر هتستضيف اتنين نهائي في ظرف اسبوع للزمالك وللاهلي يا رب ربنا اكرم الاتنين الزمالك يفوز بالكونفدرالية والاهلي يفوز بدور الابطال والاتنين يلعبوا سوبر افريقي اه مش هتلاقي في مصر الاتحاد الافريقي بيفكر من دلوقتي لو الاهلي والزمالك ده هتبقى قصة كبيرة اللي عايزه هنا واللي عايزه هنا وهيبقى يعني الاتحاد الافريقي يعني ايه كنز هيلاقيه بعد المباراة دي لما تتلعب السعودية عايزة والامارات هتكون عايزة وقطر عايزة يعني هتلاقي الكل بيدور على مباراة زي دي عشان تتلعب عنده فعندنا حدث مهم جدا مقبلين عليه فاينال دوري ابطال وفاينال كونفدرالية اللي اتنين في مصر تسعتاشر مايو وخمسة وعشر مايو هل ده مش حدث يدي دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي المواطن بشكل عام بقى يعني المواطن اللي بيحب الكورة او ما بيحبش الكورة يتفرج على حاجة تسليه تطلعه برا هموم الحياة تزود همومه وتقعد تتكلمه في مشاكل تزود هموم الناس وتقعده تصدره في ازمات مين بيتخاني مع مين مين عنده مشكلة مع مين مين بيحارب عشان يجي في انتخابات ايه يا جماعة الكورة والله العظيم فيها حاجات ايجابية وكويسة اختر من كده هاتوا ناس مصادر تكلمكوا على تطورات جديدة بتحصل في قانون اللعبة هاتوا مصادر تكلمكوا على حاجات هتحصل في كاس العالم اللي جاية كاس الأمم اللي جاية أرباح بطولة إفريقيا دور الأبطال الفاينال في مصر الاستادة هيستعد ازاي لمباراتين دول الاعلام الرياضي هيشتغل ازاي على المباراتين دول بتلاقي فريق تنسو بتلاقي فريق مغربي والله العظيم في حاجات كتيرة ممكن تتعمل بس للأسف الشاشات بقت لكل من هب ودب والله العظيم صدقوني الشاشة بقت لكل من هب ودب اي حد بيطلق يقول اي حاجة اي حد بيطلق يقول اي حاجة ومحدش بيحسب حد واحد يتكلم على لعيب مهم جدا في مصر وفي النادي الاهلي يقولك أخي صايا نفسي والتاني يقولك الترجي يلعب أربع مباريات جاب 13 نقطة ده على الشاشة والله الجدول على الشاشة أربع مباريات 13 نقطة أول مرة عرفني فيه تحسين في جدول الدوري يعني المطش بثلاث نقط لا يبقى ثلاثة ونص الوضع بقى صعب جدا طيب حاجة أخيرة من المطلع لفاصل بكرة مباراة الأهلي والإسماعيلي حكام مباراة بكرة طبعا لسه لغاية دلوقتي بشكل رسمي ما تمش الاستقرار على الحكام ولكن طبعا فاكرين آخر مباراة أهلي وإسماعيلي كان فيه دوشة وكرة محمد حسن لمست يد دخلت ما دخلتش أوف سايت مش تسلل وكان ساعتها اللي بيدير المباراة كابتن أحمد الغندور نتمنى له التوفيق لو هو عنده المباراة أو حد تاني مكلف بالمباراة ولكن معلوماتي أن المباراة ما بين اتنين يا أحمد الغندور يا محمد معروف مين اللي هيتم إستناج لللقاء خلال الساعات اللي جاية دي ده هنشوفه بشكل رسمي في حكام دوليين أكيد طلعتهم برا المشهد لأن كانوا في الفترة الأخيرة في مباراة الأهلي محمد عادل كان موفار فأهل وزمالك مثلا إبراهيم نور الدين كان بيدير مباراة أهل وزمالك محمود البنة كان بيدير مباراة الأهلي والبنك الأهلي فأنت دلوقتي بتتكلم أمينه عمر كان بيدير مباراة الأهلي وزد فأنت الرؤية كلها ممكن تروح لأحمد الغندور محمد معروف الغندور كان بيدير آخر مباراة أهلي وسماعيلي في برج العرب لا بشير إلى محمد حسن وحصل عليها جدل كبير جدا هل دلوقتي هيتم إسناد للقاء ولا ممكن الكابتن محمد معروف وعالفار ممكن يكون طريق مجدي أو حسام عزب حجاج أو عمر الشنوي ده اللي هنشوفه فيه الساعات اللي جاي دي كانت أبرز التفاصيل والكواليس والموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم نخرج إلى فاصل ثم نواصل